حنحضر سوى اليوم وصفة كاتو كتير طيب طيب لدرجة انكم حتوقعوا بغراموا متل ما وقعت القطعة من ايدي انا وعمصور بس صدقوني هالكيك رائع 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 ثلاث طبقات بيدوبوا بالتب بنبلج اول شي بتحضير الكيك عنا هون اثنان بيت اول شي درجة حرارة الغرفة اكيد حنضيف عليهم ملاعة صغيرة من الفانيلا نصف كوب من السكر وبدنا نخلطون كتير منيح بعد ما نخلطون حضيف عليهم نصف بيت حليب ونصف بيت زيت نباتي انا كتر راضي خالطون سوا رجعت زدت كوب من الطحين ملعقتين كبار من الكاكاو انا عموز كاكاو دارك فيكن تعوزوا العادي وملاعة صغيرة من الباكينج باودر بنخلطون كتير منيح وبيخلط عنا خليط الكيك شفتوا شو سهل هلا حنحطو بقلب قالب الحجم القالب 20 سنتيمتر وندخلو على فرن محميين وقبل درجة الحرارة 180 بحطو بالرف في الوسط بدور الفرن بس من تحت بياخد حوالي 25 ديئا ماكسموم 30 ديئا هلا لبينما يخلص الكيك بدنا نحضر طبقة التشيز كيك يلي من فوقه عندي هون 180 جرام من الكريم تشيز فيكن تعوزوا حيالة كريم تشيز انتو بتكون ياها كيري بوك هاديف عليا نصف كوب من السكر الناعم وضروري يكون السكر ناعم لانو السكر العادي بدا لكم بتحسوا بقرقته انتو عم تاكلوا هلا بعدين هنديف فوقون كبايتين من الكريم تلخفئ انا عمعوز كريمة هوبلا وعن جدقة رائعة فيكن تعوزوا اكيد دريم ويب بس بيصير بدكن حوالي 3 ساشه لانو عم نعمل كمية كبيرة هنخفقون كتير منيح لحتى نحس انو الكريمة هيك كمشت على بعضا وهلا هشيل شوي على جنب من هايدي الكريمة وحطون بايبينج باك او يا اما بتابر وير يلي هو وهلا هنحدر ساش الشوكولات نصف كوب من الشوكولات مع ربع كباية من الكريمة من دوبهم بالمايكرو ويف وحنضيفون على الكريمة يلي فضلت عنا هنضيفون شوي شوي وحنعمل فولدينج يعني هنخلطون متل ما نكون شايفين بالملعة بطل بدنا الويسك قزي الميكسر وهلا هنخل فوقون ملعة من الكاكاو وانا كمان هون عموس كاكاو دارك اللي عم بعوز العادة بنسحكم تحطو ملعة كبيرة انا عاجت ملعة صغيرة هلا بعد ما يكون هدا الخليط جهز ويكون الكيك برد عنا هشيلو من القالب وحارجع غير ورقة الزبدة يلي من تحت مشان تسهل علي نقله بعدين منضيف فوقه طبقة التشيز كيك اللي على تشاكلت وبيضوي انا الكاكين متل هيك ما تعوز معي شوي من ورا الكف انا وعم طلعوا من الفرن سو انيويز متل ما نكون شايفين ضفت طبقة التشاكلت تشيز كيك وهلا الكريمة يلي فضلت عندي البيضة اللي هي البلاين تشيز كيك حزين فيها الكيك وحددخله على البراد لمدة ساعتين كل ما قاعد بالبراد اكتر كل ما صار اطيب صدقوني يعني حتى اذا بتعملوه من عشيه بتقدموه تاني نهار بيصير اطيب اطيب هلا انا اكيد انطارت لتاني نهار لانه ما كان بدنا نقدم منه ضغري ولاحظوا هلا كيف حقنقله على صحن التقديم بسهولة لانه غيرت ورقة الزبدة لاحظوا كيف تغري شلته وكمان لانه كان بالبراد هكمل تزدين الكيك على الاطراف وبيكون جهز معنا هيدا الكيك يعني عندكم تلات طبقات رائعة من تحت في عنا قطو الشوكولاي اللي هو كتير فجي وكتير طيب كل شي طيب وبعدين من فوق عنا طبقة التشوكولات تشيز كيك كمان هالخليط من الكريمة والجبنة الكريمية مع الشوكولاي وانا عايزة شوكولاي كتير طيب سنتبهوا عن نوع الشوكولاي اللي عم بتعزوه مشان يعطي نكهة ومن فوق عندكم البلين تشيز كيك منو حلو ابدا مع انو لما تطلعوا عليها حتحسوا انو اف كتير هيكون سويت صدقوني منو كتير سويت لانو في عنا فرق بالنكهات وبنتحكم اكيد تجربوا هاي دي الوصفة وما تنسوا تعملوا لايك لهيدا الفيديو وسبسكرايب لماي تشانل واكيد فولو على انستجرام اكاونت وسحتين والف هنا